انتهت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن من تنفيذ مشروع أعمال تطوير المرحلة الثالثة والرابعة في مدينة نزوة الصناعية وتستعد في المرحلة الحالية لطرح مناقصة مشروع الخدمات الاستشارية للمرحلة الخامسة بمساحة تقدر بأربعة ملايين متر مربع وتجاوزت تكلفة المشروع خمسة ملايين ريال عماني وتضمن إنشاء شبكة طرق داخلية بطول ستة كيلومترات وثلاثمائة متر وتنفيذ ممشم مرصوف على جانبي الطريق بالإضافة إلى تركيب أكثر من مئتي عمود إنارة وتركيب نظام شبكة مغلقة للتحكم والمراقبة على مداخل المدينة والطرق الداخلية وبلغت المساحة الإجمالية لمدينة نزوة الصناعية سبعة ملايين ومئتي ألف متر مربع فيما بلغ عدد المشاريع الموطنة فيها مئة وخمسة وخمسين مشروع تنوعت بين الصناعي والخدمي والتجاري وبحجم استثمارات تجاوزت الأربعة مئة وثمانين مليون ريال عماني في حين بلغت أعداد القوى العاملة بالمدينة الصناعية ستة آلاف ومئة وخمسين عامل بنسبة تعمين تصل إلى خمسة وأربعين بالمئة